قد تشتعل الشرارة من حيث لا تحتسب وما تحاربه في بلدان أخرى قد ينفجر في بلدك الأم فمن مأمنه يؤتى الحذر بينما تخوض إيران صراع نفوذ على جبهة واسعة تبذل فيه كل ما تستطيع من دم ومال يشك برميل بارود أن ينفجر داخل حدودها نفسها بفعل ضغط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتهاوي العملة الذي دفع الإيرانيين للخروج غضبا بشعارات تندد بإنفاق أموالهم في سوريا والعراق واللبنان حتى قالوها علنا بوجه خامنئي اتركوا سوريا وفكروا بحالنا ولأن سوريا تمثل نقطة ارتكاز المحور الإيراني فإن طهران لم تتدخر جهدا ماديا أو معنويا لدعم نظام الأسد من إضفاء صبغة طائفية على الصراع لاستقطاب مقاتليها إلى دعم ملياري للنظام يشمل نفقاته العسكرية ورواتب الآلاف من عناصر الميليشيات التابعة لطهران هناك ومن هذا نقلها المتواصل النفط حتى وصل إلى ما قيمته 280 مليون دولار على خمس تفعات خلال أقل من سنة بحسب موقع تانك تراك المتخصص برصد شحنات النفط حول العالم هذا كله ضمن الست مليارات دولار معدن سنوي لإنفاق إيران في سوريا كما قالت المتحدثة باسم المبعوث الدولي إلى البلاد جيسي جاهن أركان النظام الإيراني لم يجعل الأمر سرة فأعلنوا غير مرة أن دعمهم المالي لنظام الأسد وصل مبالغ هائلة فحتى العام 2015 وصلت مساعدات إيران للأسد إلى أكثر من أربعة مليارات دولار بحسب مساعد وزير الخارجية الإيراني أحسين عبداللهيان وما ينقم عليه الشعب تتفاخر به الحكومة فالجنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري يصف متباهيا تدخل إيران في المنطقة بالفن الثوري الذي أبعد الصراع عن الداخل وأخذه لمساحات أوسع كالعراق والسوريا واليمن التي قال عنها سلامي إنها الخطوط الأمامية لحرب إيران مع أعدائها لكن إبعاد الصراع عن الداخل يقول الواقع إنها مرحلة إنقضت وفتير النار بدأ بالاشتعال فهل سيقوى الحرس الثوري على مواجهة الشارع إن عدهم أعداء كما يرى جميع معارضيه